السلام عليكم والسهلا بكم في فيديو جديد متحمس جدا اللي انا حدث جهازي الايفون لاصدار الايو اس 18 بيت علشان فيه مميزات كبيرة جدا ودوت اعظم تحديث نزلته شركة قبل هنجرب مع بعض في الفيديو بتاع النهار ده تحديث الايو اس 18 بيتا وازاي تقدر اللي انت تحدث جهازك الايفون والاجهزة كمان اللي بتدعم نظام الايو اس 18 التجريبي دوت وهنبدأ اللي احنا نجرب بعض المميزات اللي هي اعلانة عنها شركة قبل قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللي هنصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اول حاجة اصدار الايو اس 18 التجريبي دوت بيدعم جميع اجهزة الايفون اللي هي دعمة اصدار الايو اس 17 يعني انت لو محدث جهازك لايفون لاصدار الايو اس 17 هينفع لانت تحدث جهازك لايفون لاصدار الايو اس 18 ولو مش ظاهر عندك لو دخلت كده على الاعدادات طريقة يعني اللي انت تحدث جهازك لايفون لاصدار الايو اس 18 هتدخل كده على الاعدادات وبعدين هتدخل على العام وبعد كده هتدخل على تحديث البرامج بعد ما تدخل على تحديث البرامج لو لقيتها من الظهر عندك ممكن تلاقيها اللي هي جاي على ال iOS 17 دي وتلاقيها ظهر عندك بالشكل دوت كل اللي عليك دلوقتي اللي انت هتدخل على التحديثات التجربية وبعدين تختار ال iOS 18 بعد كده ترجع خطة الوراء هتلاقي إصدار ال iOS 18 ظهر عندك على جهاز ال iPhone ولكن فيه نصيحة مهمة جدا أنا بنصح بها على طول ان انت قبل ما تحدث للنظام ال iOS 18 لازم ان انت تاخد نسخة احتياطية من البيانات ودوت اللي أنا هعمله دلوقتي هندخل كده على ال Apple ID وبعدين هندخل على iCloud وبعد كده هندخل على النسخة الاحتياطية ونتأكد اللي احنا اخذين نسخة احتياطية من البيانات دي عشان لو حبيت بعد كده اللي انت ترجع لإصدار ال iOS 17 تقدر اللي انت تستعيد البيانات دي مرة تانية وتفقدهاش بشكل كامل بعد ما نتأكد كده اللي احنا عملنا النسخة احتياطية اللي هي البيانات اللي موجودة عندنا على جهاز الايفون هندخل على عام وبعدين ندخل على تحديث البرامج ونبدأ اللي احنا نحدث جهاز الايفون لإصدار ال iOS 18 دوت بيكون مساحته حوالي 7 جيجا زي ما انتم شايفين فلازم لانت تكون موفر مساحة كافية هندوس على تحديث الآن لو انت عندك رمز دخول هتبدأ لانت تدخل رمز الدخول بتاعك هنا بعد ما تدخل رمز الدخول هيبدأ كده في عملية تحميل نسخة ال iOS دي عندك على جهاز الايفون وده بتاخد معاك بعض الوقت حوالي ربع ساعة كده فانت لو بتستخدم جهازك الايفون هتسيبه علشان يبدأ انه هو يحمل نسخة ال iOS 18 ومش شرط اللي انت هتبقى فاتح الشاشة كده تقدر ان انت هتقفل شاشة الايفون وتسيبه انه هو يحمل في الخلفية بعد ما هيحمل تحديث ال iOS 18 هرجع لكم مرة تانية كده انتهى من تحميل التحديث وهيبدأ دولات انه هو يحدث جهاز الايفون هنستنى كده شوية لحد ما يفتح معنا جهاز الايفون كده انتهى التحديث وتحدث معنا جهاز الايفون وهيبدأ يفتح معاك بالشكل دوت هنبدأ اللي احنا نفتح كهاز الايفون بعد ما يفتح هيكتب اكتمل التحديث البرنامج هتدوس على المتابعة وبعدين هيتطلب مننا انواة اللي احنا نعمل الاعدادات اللي هي بصمة الوج ورمز الدخول هنبدأ اللي احنا نزبط الاعدادات ديت دلوقتي كده جهاز الايفون على اصدار iOS 18 هنبدأ اللي احنا نفتح الجهاز. كده احنا على اصدار الايو اس تمنتاشر التجريب. هندخل كده على الاعدادات. واول التغييرات في نظام الايو اس تمنتاشر ان هو هيظهر معاك هناوت في حساب الاب الاي دي لعائلة. لو انت عامل مشاركة في حساب الاي دي هتبدأ تظهر العائلة هناوت تحت حساب اللي هو الاي دي بتاعك. هننزل تحت كده. بعد كده هندخل على عام. وبداخل الاعدادات في عام هناوت هتلاقي برضو التغييرات دي زي ما انتو شايفين. لما بتيجي تدخل على اي 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 اconnect في الاعدادات بتزهر معاك بالشكل دوت. هندوس دوت على تحديثات البرنامج. احنا كده على النظام الايو اس تمنتاشر. كده هتحدث معنا جهاز الايفون ولكن في اختلاف كبير جدا زي ما انتو شايفين نوت. حتى مساحة التخزين على جهاز الايفون بدأت ان هي تظهر هنا. زي ما انتو شايفين في اختلاف كبير جدا في النظام اللي هو الايو اس 18. هنبدأ اول حاجة نعملها دلوقتي اللي احنا ننزل مركز التحكم دوت. ونشوف التغييرات زي ما انتو شايفين ان هوات مركز التحكم. بقى فيه عدة صفحات تقدر اللي انت تديه اكتر من صفحة. هنا الايقونات زهرة هوات عندنا. هنبدأ اللي احنا نغير الصفحات ديت. تبدأ اللي انت تخصص بقى الصفحات ديت. عايزة مسلا الموسيقى. عايزة مسلا اللي هي بتاعت المنزل. هتبدأ اللي انت تخصص الصفحات ديت زي ما انت عايز. هنا ديت عندنا اللي هي بتاعة المنزل. بعد كده انهوت عندنا الاتصالات اللي هي شبكة الواي فاي مسلا البيانات البلوتوس نقطة الاتصال تقدر بعد كده اللي انت تغير اللي هي الايكونات ديت. لو دوس ندوس السريعة كده او او نرجع مسلا كده على مركز التحكم في الاعدادات عشان نقدر اللي احنا نخصص الاعدادات دي. هندخل كده على الاعدادات. بعد كده ننزل تحت اينا اوات وندوس على مركز التحكم. هنشوف اللي احنا نقدر اللي احنا نتحكم في الايكونات ديات ولا لأ. عندنا مركز التحكم اوات. ما عندناش فيه غير التفعيل بس ما فيش اختيارات اللي احنا نعدل. ولكن متهيق لكده اللي احنا بنعدل من داخل مركز التحكم نفسه. يعني لو دخلنا كده على مركز التحكم. بعدين دوسنا دوسة طويلة. تقدر اللي انت ايناوات تتحكم في الاعدادات ديت او تضيف تاني اعدادات او ايكونات النوات زي ما انتم شايفين. لو دست النوات على اضافة عنصر التحكم. هتلاقيها زهرة عندك تحت بالشكل دوت. هتدوس عليها دوسة. وتقدر اللي انت تديه في النوات ايكونات جديدة. زي ما انتم شايفين كل دوت تقدر اللي انت تديفه في مركز التحكم. تغيير كبير جدا على مركز التحكم في الايو اس تمنتاشر. ودوت شيء جميل جدا. كنا منتظرينه في الايو اس سبعتاشر ولكن نزل في الايو اس تمنتاشا. بعد ما تعمل لعدادات مركز التحكم. ازغل معك بالشكل دوت هنا اللي هو السطوع بتاع الشاشة. هنا عندنا كمان علامة اللي هي الايقاف ديت متهerella دي ايقاف تشغيل الايفون لو دوصنا عليها كده. ولا دوت ايقاف المركز ايقاف مركز. لا دي بتاعت ايقاف التشغيل. دي ميزة جميلة جدا بدل ما تدوس على الضرار في جهاز الايفون تقدر اللي انت دوس ناوات على ايقاف التشغيل لو نزلت مركز التحكم هتلاقي عندك هنا علامة الايقاف موجودة فوق آية زي ما انتم شايفين تقدر اللي انت تدوس عليها تعمل ايقاف التشغيل لجهاز الايفون بدون الحاجة اللي انت تضغط على زرار الباور دي كمان ميزة جميلة جدا عندنا هنا الايكونات هنبدأ اللي احنا نعمل تعديل كده على الايكونات ديت تعديل على الشاشة الرئيسية ده اختيار جديد نزل قوت هنبدأ اللي احنا نغير كده اماكن الايكونات ديت بس فيه تقل كبير جدا في النزام هو النزام لسه تجريبي مش هيبقى سلس معاك زي النزام اللي هو الاصلي او الرسمي اللي هو بينزل على جهاز الايفون هتلاقي فيه بعض التقل كده هات بس يعني الايكونات مش عايزة تتسحب سيما انتم شايفين الايكونات لسه عشان دوت نزام تجريبي لسه النسخة الاولى اكيد ديت هتنزل في النسخة التانية من النزام الايو اسبيت تقدر اللي انت اتعدل على الايكونات او شكل الشاشة الرئيسية على جهاز الايفون هنشوفه برضو ميزة تانية اللي هي بتاعة اضافة لو دسنا على تعديل النوات واضافة اداة تقدر اللي انت تديف اداة النوات على الشاشة الرئيسية مسلا هنديف اي اداة النوات موجودة عندنا وتختار كده اللي انت عايزة وبعدين ندوس اضافة تبدأ تضاف معاك بالشكل دوت تقدر تغير مكانها تقدر كمان تغير مكان التطبيقات زي ما انتم شايفين بس دي كانت موجودة الاول في نزام الايو اس سبعتاشر ولكن انها بين حجمها بيصغر اوة او بيجبر الحجم بتاع الويتش الدية وتقدر اللي انت تتحكم فيها اهوة زي ما انتم شايفين بالشكل دوت الميزة اللي بعد كده اللي احنا هنشوف نزام سري لو دوسنا كده دوسها طويلة على زرار الباور كمان بدأ يظهر نوات زرار الباور لما بتدوس عليه بيبدأ ان هو يطلع الحواف كدوات من الجنب زي ما انتم شايفين كده على الشاشة كده ظهر معانا سيري سيري اريد اضافة تأسيلات الاستخدام في الاختصارات ويكون بها تشغيل تكبير الشاشة لا يمكنني مساعدتك في ذلك لكن يمكنك تغييره في الاعدادات الميزة دي هي بتاعت الزكاة الاصطناعية اللي هو اضافها في سيري لسه ما اشتغلتش بالنزام الايوة الايو اس تمنتاشر بيتا واحد ممكن تتضاف في الاصدارات اللي بعد كده كان تم الاعلان ان تقدر من خلال سيري دوت اللي انت تديه في اختصارات او تعمل اختصارات على جهاز الايفون بالمميزات او بالاعدادات اللي انت عايزة انا دلاتي طلبت من سيري ان هو يعمل لي اعداد في الاختصارات ولكن هو رفض وقال لي ان هو لا يمكنه ان هو ينفز الطريقة ديت على جهاز الايفون فدية الميزة ديت ممكن تكون لسه ما نزلتش في اصدار الايو اس تمنتاشر وحتلاع عندك هنا ايكونة جديدة نزلت نوت اللي هي كلمات السر لو ضغطت عليها دي جديدة في اصدار الايو اس تمنتاشر هتلاقي تطبيقات بكلمات السر تقدر دل وقت اللي انت هتقفل كل التطبيقات اللي موجودة عندك على جهاز الايفون بكلمة سر او ببصمة الواج هتبدأ اللي انت اتدخل رمز الدخول هنا بعد كده هندوس على متابعة تبدأ دل وقت اللي انت تديه في نواة تطبيقات انت عايز تقفلها برمز دخول تقدر اللي انت تديه في نواة التطبيقات او شبكة الواي فاي تقدر اللي انت تقفلها زي ما انتو شايفين كل ديت في كلمات سر كمان كلمة السر بتاعت الواي فاي هتلاعها لها ظهرة عندك هنا. ولو حبيت اللي انت مسلا تدهي في تطبيق تقدر انت تدفهه في كلمات السر. وتقفل التطبيق دوت بن خلال اللي هو رمز الدخول او من خلال بصمة الوجه دي ميسة جديدة نازلة في اصدار ال היو اس 18. ومن الحاجات الجديدة برضو في النظام الايو اس 18 الخلفية ديت جديدة زي ما انتو شايفين دي خلفية الاي او اس تمنتاشر هيت. زهرت عندنا هنا في الاعدادات. تقدر اللي انت تثبتها خلفية. وهنا ديت حاجات جديدة هيت لو انت عايز تزيل الكاميرا من الشاشة الرئاسية. الميزة دي جديدة ما كانتش موجودة في اصدار الاي او اس سبعتاشر دلوقتي موجودة في اصدار الاي او اس تمنتاشر. تقدر اللي انت تديه في نوات اي كونتين اللي هي الحاجة اللي انت بتستخدمها سريعا. وكمان تقدر اللي انت هنا تدوس دوسة وتعمل تأثير العميق مشغل او تأثير عميق متوقف. لو دوسنا كدوات على الايكونة دي او علامة الزائد ديت. نشوف هنقدر اللي احنا نديف ايه ينوات على الشاشة الرئيسية. بيجيب لك كده كل التطبيقات اللي انت ممكن تستخدمها على الشاشة الرئيسية. زي الكاميرا مسلا. الالة الحاسبة. المكبر. اللي هو النمط الداكن. الكشاف. زي ما انتم شايفين الحاجات دي كلها تقدر اللي انت تدفها ينوات على الشاشة اللي هي الرئيسية في جهاز الايفون. هنديف مسلا كده الالة الحاسبة. هتبدأ تضاف معنا بالشكل دوت. الحاجات دي ما كنتش بتقدر اللي انت تتحكم فيها قبل كده. دلوقتي تقدر اللي انت تتحكم فيها. وهنا في تخصيص الشاشة الرئيسية ما فيش اي حاجة جديدة تضافت. هي هي زي ما كانت زي ما انتم شايفين ايه. نفس الاختيارات. ان انت تقدر تدف صورة تانية في الشاشة اللي هي الرئيسية او اللي هي الشاشة اللي بتبقى فيها الايكونات تقدر اللي انت تديف صورة او تغير الالوان بالشكل دوت. ما فياش اي حاجة جديدة تضافت فيها. وعشان تقفل اي تطبيق موجودة عندك على جهاز الايفون ومحدش يقدر يفتحه الا برمز الدخول او بصمة الوجه. كل اللي عليك اللي انت حتدوس دوسة طويلة كده على التطبيق. وهتلاقي اختيار جديد نزل لنوات اللي انت تقدر تقفل التطبيق دوت برقم سري او من خلال بصمة الوجه. بعد كده هيزلك الاشعار دوت بيقول لك اللي انت مش هتقدر اللي انت تستخدم التطبيق دوت الا لما تدخل رمز الدخول بتاع جهازك الايفون او بصمة الوجه. وتقدر كمان من خلال سري اللي انت تفتح التطبيق دوت. غير كده مش هتقدر اللي انت تستخدم التطبيق في جهاز الايفون. لو دوسنا على تأكيد هيتلب منك اللي انت تدخل رمز الدخول بتاعك. لو انت ضايف بصمة وجه. هيبدأ ان هو يتعرف على بصمة الوجه بتاعتك. وهيبدأ ان هو يقفل لك التطبيق دوت وما حدش يقدر يستخدمه غيرك. لو جينا نفتح التطبيق مرة تانية. مش هيفتح معاك التطبيق بالشكل دوت وهيطلب رمز الدخول عشان تقدر اللي انت تدخل على التطبيق. ولو عايز تزيل رمز الدخول دوت او تزيل افل التطبيق دوت. هتدوس عليه مرة تانية دوسها طويلة. وبعدين تدوس برضو على اول واحد. هيطلب منك برضو رمز الدخول. هتدخل كده رمز الدخول. وبكده انت لغيت رمز الدخول او افل التطبيق دوت من عندك من على جهاز الايفون. في مميزات كتيرة ولسه برضو في مميزات ما اكتشفنهاش او ما شفنهاش. هنبدأ بعد كده ان انا هسيب النزام دوت على جهاز الايفون لمدة يومين تلاتة. اكتشف كل المميزات اللي هي موجودة فيها. بقى اقول لكم في فيديو افضل المميزات اللي هي موجودة ولزاية تقدر تستخدمها. واحسن للمميزات اللي انا لقيتها في نظام الايو اس 18. ولكن في حاجة مزحجة جدا في نظام الايو اس 18 حابب لانا اقول لكم عليها برضو. انت لو حابب اللي انت تحدث جهازك الايفون لاصدار الايو اس 18 ما يبقاش النظام الاساسي بتاعك. يعني انت حاول اللي انت تنزل التحديث دوت تجرب المميزات ديت على جهاز الايفون وبعد كده ترجع لنظام الايو اس 17 مرة تاني. عشان وانا بستخدم جهاز الايفون دلوقتي فيه تقليك دوات في النزام. الجهاز مش سالس معي زي ما كان الاول. التطبيقات بتفتح بصعوبة يعني مش بسهولة. زي ما انتم شايفين لو دخلنا مساء على الاعدادات. تلاقي الحركة بطيئة جدا في نظام الايو اس 18 دوت جهاز الايفون كمان. درجة الحرارة بتاعته ارتفعت جدا. انا مش عارف دوت بسبب ان انا كنت بحدث جهاز الايفون وقعد فترة شغال. دوت يكون بسبب التحديث او بسبب نظام الايو اس 18. ده هيظهر معنا في الايام اللي جاية بعد ما سيبي النزام دوت على جهاز الايفون يومين تلاتة. وابدأ اشوف المشاكل او المميزات اللي هي موجودة في نظام الايو اس 18. وهنشوف المشاكل اللي هي هتظهر مع الاستخدام. برضو كل دوت انا حابقى ادفو لكم في فيديو واحد واقول لكم عن المميزات والعيوب كلها اللي موجودة في نظام الايو اس 18. ولكن انت لو حابب اللي انت هتحدث جهازك الايفون لاصدار الايو اس 18. فهو نظام جميل جدا وفيهم مميزات كتير هتستمتع بيها. حاول اللي انت ما يحدثه ولكن خد نسخ احتيات يزا ما قلت لك من البيانات بتاعتك عشان ما تفقداش. واحدث جهازك الايفون. وبعد كده لو حابب اللي انت ترجع لنظام الايو اس 17. هتلاقيني سعيب لك فيديو في القناة. يعرفك ازاي تقدر اللي انت ترجع لنظام الايو اس 17 بدون ما تفقد البيانات بتاعتك. اتمنى اللي انت تكون استفادت من الفيديو. ما تنساش في التعليقات تقولي اكتر ميزة عجبتك في نظام الايو اس 18 متحمس اللي انت تحدث علشان الميزة ديت. هستنى كل تعليقاتكم. ما تنساش اللي انت تدعمنا بلايك تشترك في القناة. شكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي.